عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي عقد لقاء موسع مع سفراء الدول العربية الشقيقة المعتمدين لدى القاهرة ذلك بحضور الدكتور خالد العلاني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وخلال اللقاء استعرض عبدالعاطي ما تواجهه المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من تحديات جثيمة غير مسبوقة مشيرا كذلك إلى المخاطر التي برزت على ساحة العربية في السنوات الأخيرة كما تناول الاجتماع إعادة التأكيد على دعم كل البلدان العربية لترشيح الدكتور خالد العلاني لمنصب مدير عام اليونسكو ذلك على ضوء كونه المرشح العربي لهذا الموقع الدولي الهام وفقا لقرار القمة العربية في المنامة